اشتركوا في القناة والله يرانا ويسمعنا نغفرنا الله نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا يا نور الهلال أقبلتها بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلوات ربي وسلام عليه وبعد حياكم الله أيها الأحبة الكرام كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوام والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن عتقائه من النار في هذا الشهر الطيب الكريم المبارك إن شاء الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام هذه مواعز إن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يسر بها في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى وموعد هذه المواعز وبعد الإفطار مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى بداية من الغد لكن نحن في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى أتكلم عن أمر هام مع أول ليلة من ليلة رمضان وخبر عاجل هذا خبر عاجل وصحيح بدرجة 100% أيها الأحبة الكرام في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفذت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة الله أكبر هذا الحديث أول أحبة رواه الإمام الترمذي ابن ماجة وصححه الإمام الألباني عليه رحمة الله أيها الأحبة هذا خبر عاجل وصحيح بفضل الله تبارك وتعالى مع أول ليلة من ليلة هذا الشهر المبارك صفذت الشياطين بأمر من الله تبارك وتعالى وكذلك مرضة الجن والذي يعني يؤكد ويبين صحة هذا الكلام أنه بفضل الله تبارك وتعالى نجد في هذه الليلة المباركة إقبالا من كثير من المسلمين والمسلمات بفضل الله عز وجل على بيوت الله تبارك وتعالى للمحافظة على الصلوات وخاصة صلاة القيام الجميع ذهب إلى بيوت الله تبارك وتعالى وهو محب للمحافظة على هذه الصلاة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فاللهم مشرح صدورنا لطاعتك يا رب العالمين أيها الأحبة هناك وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل عام كانت تزف البشرى لأولئك الأطهار من أصحابه رضي الله عنهم فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجفها إليهم وهي إلينا نحن كذلك في كل عام أيها الأحبة روى الإمام أحمد والنسائي وصحر الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أول ليلة من رمضان ينادف الناس ويقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيام تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون من المحرومين فهذه فرصة أيها الأحبة فلنغتنم هذه الفرصة وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى نشكر الله تبارك وتعالى أن جعلنا الله عز وجل من أهل رمضان قال الإمام ابن رجل رحمه الله هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كيف لا يبشر المؤمن أخا المؤمن يعني خاصة والله تبارك وتعالى يعني يفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المزنب بغلق أبواب النراد كيف لا يبشر العاكل بوقت يغل فيه الشيطان أيها الأحبة تلك هي البشرى التي عامل لها العاملون وشمر لها المشمرون وفرح بقدومها المؤمنون أيها الأحبة يا لبشرى من أدرك شهر رمضان يا لبشرى المدركين لشهر الغفرات يا لبشرى المدركين لشهر الرحمات يا لبشرى المدركين لشهر القرآن يا لبشرى المدركين لموسم الطاعات يا لبشر المدركين لأيام كساها رب العباد مهابتا وبهاء وجمالا سبحانه جل وعلا أيها الأحبة هل علمتم أن السلفة رضي الله عنهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى زمانا طويلا ليبلغهم أيام شهر رمضان قال معلى ابن الفضل رحمه الله كانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا أيها الأحبة وها نحن قد بلغنا رمضان بفضل الله عز وجل ومنته وكرمي وها نحن سلم الله تبارك وتعالى إلينا رمضان فماذا نحن فاعلون أيها الأحبة ينقسم الناس في رمضان إلى فريقين أيها الأحبة في استقباله والعمل فيه الفريق الأول هم الذين اقتدوا بالسلف الصالح فاتخذوا رمضان موسما لطاعة الله عز وجل ومضاعفة الخيرات ساموا نهاره فأحسنوا الصيام وقاموا ليله فأحسنوا القيام أولئك الذين انتفعوا برمضان حق الانتفاع يا رب جعلنا على شكلتهم يا رب العالمين كلوا أمين الفريق الآخر أيها الأحبة للأسف لم ينتفعوا برمضان ولم يستفيدوا مما فيه من صيام وقيام لماذا؟ السبب في كده إيه؟ لأن الله عز وجل جعل الصيام للقلب والروح فجعلوه للبطن والمعد يعني سبحان الله ترى إقبالا من الناس يعني إقبال رهيب على المأكلات وهذه الأمور يعني سبحان الله جل وعلا ولأن الصيام جعله الله تبارك وتعالى للحلم والصبري فجعله للغضب والبطش ولأن الصيام جعله الله تبارك وتعالى للسكينة والوكار فجعله شهر السباب والشجار تبص تلاقي ناس يعني واحد يختلف مع التاني ويكثر السباب والشتم والشجار وهذه الأمور بحجة أنه صائم لا حول ولا قوة إلا بالله ولأن الصيام جعله الله تبارك وتعالى ليغيروا من صفات أنفسهم فما غيروا إلا مواعيد الأكل والشرب والشهوات ولأن الصيام جعله الله تبارك وتعالى تهذيبا للغني وموساة للبائس المحروم الجائع فجعلوه لفنون الأطعمة والأشربة يزداد الغني فيه يعني من السمنة والتخمة والفقير يزداد حصرة والعياذ بالله فقولوا أيها الأحبة بالله عليكم أي الفريقين أحق بأن تفتح له أبواب الجنان وتسد عنه أبواب النيران أي الفريقين قد صفضت شياطينه ومن منهم أحق بنفحات الرحمن أي الفريقين يرجى له العتك من النار ويدرك رحمة العزيز الغفار سبحانه جل وعلا في ختام حديثي معكم أيها الأحبة أهدي إليكم بعض الوسائل لاستغلال شهر الخيرات مجملة ولعل يأتي التفصيل فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى في الليالي القادمة أولا تأكيد التوبة وتعاهد التوبة طوال شهر رمضان كل يوم مع كل يوم من أيام رمضان نجدد التوبة لله تبارك وتعالى التوبة مش كلام مش إن أنا أروح لشيخ وقول له يا شيخ أنا عايز أتوب والشيخ يقول طيب قول ورايا توبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود مثل هذه الكلمات لا التوبة دي بينك وبين ربنا بينك وبين ربنا في سجودك بين يدي الله تبارك وتعالى في الثلس الأخير من الليل أرفع يعني يدي وأدعو الله تبارك وتعالى وأنا ممكن بالإجابة وأعلم أن الله تبارك وتعالى هو السميع القريب سبحانه جل وعلا أقول يا رب توب علي يا رب سمحني يا رب رقم اتنين الحرص على ختم القرآن في رمضان مرة على الأقل يعني حاول إنك أنت تختم القرآن وحاول إنك أنت تختم القرآن ما تضيعيش وقتك في الأكل والشرب وتجهيز الأطعمة والأمر انتهى على كده لا أحاول إن شاء الله تجتهدي قدر الإمكان إن شاء الله تبارك وتعالى في ختم القرآن الكريم أجعل لي كده بعد كل صالة أكرأ مثلا أربع مثلا إيه صفحات من المصحف أو خمس صفحات وهكذا حتى يؤثر الله تبارك وتعالى رقم خمسة صيانة الجوارح أو أربع المحافظة على جميع سنن الصلوات الراتبة وغير الراتب ما تسيبش سنة من السنن إلا وتحافظ عليه في هذه الأيام المباركة إن شاء الله جل بعد كذلك المحافظة على صلاة الجماع في أول الوقت في الصلوات الخمس أول ما تسمع المؤذن الله أكبر الله أكبر وسارع وأذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى للمحافظة على الصلاة في جماعة وأحافظ على تكبيرة الإحراب أنت أول ما تسمع المؤذن يؤذن وينادي الله أكبر الله أكبر حيا على صلاة أسيب اللي في إيدي وأصلي الأول أصلي الأول لله تبارك وتعالى وأرجع إلى أعمال المنزل مرة تانية كذلك في هذه الأيام المباركة أيها الأحبة صيانة الجوارح لسيام اللسان عن الوقوع فيما يعني يتعارض مع الصيام يبقاش مسألة الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات والأمر انتهى على كده لا أحاول إن شاء الله أن أنا أعود لساني على الصيام لعلي أخرج من هذا الشهر إن شاء الله يعني أنا ممكن مثلا أبقع في الغيبة والنميمة وهذه الأمور يبقى أنا أصوم لساني إن شاء الله على مدى 30 يوم بفضل الله تبارك وتعالى بعد رمضان أكون عودت نفسي على هذه الخصلة الطيبة المباركة إن أنا خلاص أصبحت لا أغتاب أحدا من المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى كذلك ننشغل بذكر الله عز وجل طوال اليوم لتكون أو نكون من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا وذكرات أعد الله تبارك وتعالى لهم إيه مغفرة تام وأجرا عظيمة يبقى أنا أحافظ على ذكر الله عز وجل وأنا مثلا حتى وأنا أذهب مثلا للدوام أذهب للعمل بتاعي أذهب للشغر بتاعي فأثناء سيري كده أعمل مثلا إيه أول موصل للمكان الفلاني أكون مثلا إيه قلت سبحان الله والحمد لله وله إلا الله والله أكبر مئة مرة متين مرة خمس مئة مرة على حسب تيسير الله تبارك وتعالى ولذلك أحد الصالحين يعني سألوه بيقولوله يعني كامل مسافة من بيتك إلى مكان الدوام أو مكان العمل تخالي الإجابة كانت إيه قال قدر عدد معين من التسبيح سبحان الله يعني هو عارف أنا عشان أخرج من بيتي وأذهب إلى المكان الفلاني عارف إن المكان ده بيستغرق مثلا خمسمائة مثلا إيه تسبيح سبحان الله وبحمد وعارف إن أنا لما أذهب إلى مكان آخر المكان ده لا المكان ده بيستغرق أكثر شوية مثلا إيه سبعمائة تسبيح الله أكبر شوف الانشغال بذكر الله تبارك وتعالى بعض الأخوات والزوجات الفضليات مثلا إيه عارفة إن الطعام ده مثلا إلى أن يصل إلى درجة الغليان بيستغرق مثلا عدد معين من التسبيحات هي عارفة لما تسبح مثلا 200 تسبيحة أو 300 تسبيحة عارفة أن كده يبقى الطعام مثلا وصل يعني إلى درجة يعني إيه استوى والكلام ده سبحان الله فهكذا الانشغال بذكر الله تبارك وتعالى كذلك أيها الأحب نعود أنفسنا إن شاء الله تبارك وتعالى على المكث في المسجد والسعي إليه كلما استطعنا إلى ذلك سبيل لنضمن منزلا في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى كذلك الحرص على التصدق يعني كل يوم وأنت صائم ولا تحقرن من المعروف شيء يعني حتى ولو كان بشك تمر تخيل الأمر سهل ويسير كذلك اجتهد أن تصوم رمضان مرتين بتفطير الصائمين يعني كل يوم اعمل حسابك كده إنك انت هتطلع من الطعام اللي أنت مثلا إيه عددت هذا الطعام لنفسك في بيتك هتطلع منه مثلا وجبة تكفي مثلا فكير معين تعرفه مثلا في الحية أو في القرية أو في أي مكان ما اعتبروا زيادة مثلا عدد الأسرة مثلا نفترض مثلا ثلاثة افترض مثلا إنهم أربعة واعملوا وجبة زيادة وطلعها مثلا لهذا الفكير مثلا عدد الأسرة خمس اعمل حسابك مثلا إيه ست وجبات والوجبة السادسة دي اتطلعها مثلا لفكير هكذا أيها الأحبة الكرام هذه التجارة مع الله تبارك وتعالى كذلك اعتكاف العشر الأواخر إن شاء الله نستعد لها من الآن وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نجد في تحصيل أسباب الرزق وإن شاء الله تبارك وتعالى ومن أول الشهر حتى نتفرغ للعبادة في العشر الأواخر مش عايزين نكون شكل الناس يعني اللي بيقولوا أول رمضان عبادي بتبقى الهمة عالية شوية في طاعة الله تبارك وتعالى وأوسط رمضان بلاد يبدأ بقى ايه يمشي على سطر كده ويسيب سطر بعد ما كان بيحافظ على تلاوة الكرآن ويحافظ على الصلاة والكلام ده يبدأ ايه يعني مرة ومرة كده وأخي رمضان للأسف بلاد أخي رمضان ايه لا دا ولاد فسبحان الله إليه خلاص لا بقيت عبادة ولا بلاد يبقى أول رمضان عبادة وأوسط رمضان بلاد وأخي رمضان لادة ولاد لا احنا مش عايزين نكون كده إن شاء الله تستكم كما أمرت مع بداية الشهر أول يوم في الشهر يكون زي آخر يوم في الشهر بل بالعكس كمان العاشر الأخر يكون أكثر شوية من بداية الشهر إن شاء الله كما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أول أحبة يعني إن شاء الله تبارك وتعالى نجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله عز وجل لو أنت في أي مكان في أي مكان وقابلت مثلا حد معاك ركب مثلا معاك في السيارة في المواصلات أو في أي مكان ما اجتهد إنك أنت تتكلمه شوية عن ربنا سبحانه وتعالى وده أفضل حاجة عنده ربنا سبحانه وتعالى يكفيك أن الله تبارك وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لو أنت لك مثلا صفحة على الفيسبوك أو الكلام ده أو الواتسة أبعمل لك مجموعة حاول تنشر يوميا كده منشورات طيبة خفيفة سريعة ما يكونش فائطة على القارئ حتى يكون في موازين حسناتك إن شاء الله تبارك وتعالى أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى بعد طعام الإفطار مباشرة بتوقيت القاهرة إن شاء الله تبارك وتعالى ونتابع هذه المواعز أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غدتا وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي الصبران نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر ذلا نصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر